دكتور جمال هل هي يعني هو احنا فين دلوقتي من قصة تنظيم الأسرة والنمو السكاني وما إلى ذلك وليه فيه إحساس أنه حدث ردة يمكن تكون معدلات النمو السكاني على فكرة ابتدت تتراجع قليلا ولكن فيه إحساس عام كده أنه فيه ردة أنه احنا لم نعد مهتمين بقصة النمو السكاني هل هذا صحيح؟ فيه تراجع محدود فعلا ومتأكد أنه الدكتور مجد عصبان هيكلمنا عن ده بشكل أكتر تفصيلا لكنه بالمرة غير مؤثر لأن حجم السكان في مصر بالفعل بقى كبير بنزيد العدد اللي بيضاف سنويا للسكان يقترب من 2 مليون حوالي مليون و 950 ألف نسمة كل سنة ده رقم كبير جدا لا يجدي معاه التراجع المحدود في معدل الزيادة السكانية العدد من السكان اللي بيضاف لمصر كل سنة أكتر من عدد السكان اللي بيضاف للولايات المتحدة كل سنة لكي نتخيل حجم المشكلة قدية نحن الولايات المتحدة بنزيد بحوالي مليون ونص كل سنة نحن بنزيد بما يقرب من 2 مليون أقل قليلا جدا من 2 مليون كل سنة فنزيد بمعدلات تزيد عن الولايات المتحدة الصين بتزيد كل سنة حوالي 5 ونص مليون نحن بنزيد 2 مليون يعني تقريبا 40% من الزيادة في بلد ضخم جدا زي الصين 2 مليون إضافة للسكان في كل سنة في مصر ده يساوي أشياء كتيرة جدا يساوي عشان الناس تتخيل 2 مليون دون يساوي إيه يساوي مثلا أنه في حقوق 50 بلد في العالم 50 دولة في العالم عدد سكانهم 2 مليون أو أقل بلاد زي سلوفينيا زي أسيتونيا زي لاتفيا أبروس البحرين دي بلاد إحنا نعرفها يعني عدد سكانهم كلهم أقل من 2 مليون ناس أقل من الإضافة اللي بتضاف على سكان مصر كل سنة وكأن إحنا مطلوب مننا كل سنة نبني بلد قد سلوفينيا أو نبني بلد قد أسيتونيا أو نبني بلد قد أبروس بلد إضافية يعني بالضبط بلد إضافية قد البحرين ده عبء ضخم جدا علشان توفيه بالتأكيد هيحرمك من أشياء أخرى ولا يمكن توفيه في الحقيقة لك